بسم الله الرحمن الرحيم هذا السؤال يطلب السائل رقية أو آيات من القرآن لرفع ودرء المشاكل الزوجية ولتعم السعادة في البيت الحقيقة هذا الطلب قد يبدو غريبا ولكن أنا أراه منطقيا لأن كل واحد مننا يجب أن يقرأ آيات في بيته أيها الأحبة وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا كان أزواجه رضي الله عنهم عنهن جميعا فالقرآن لماذا نزل أولا هل لمجرد أن نقرأ فقط هل لمجرد أن نقرأه في الصلوات المفروضة القرآن هو وسيلة لحل مشاكلك القرآن هو شيء تلجأ له لتنعم بالسعادة تنعم بالطمأنينة فكل إنسان يريد السعادة في بيته أيها الأحبة ولكن القليل جدا من يدرك أنه أن القرآن هو بالفعل علاج لهذه المشاكل أنا لدي آية كريمة أرجو أن نحفظها جميعا الله تعالى يقول في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه الآية أود أن نحفظها جميعا أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومعنى الآيات أي المعجزات البراهين الدلائل ومن آياته يعني من معجزاته من عجائب خلقه أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا فأول شيء يجب أن تشعر أخي الحبيب أن زوجتك هذه هي جزء من نفسك إذا فشلت في هذا الإحساس لن تنعم بالسعادة أي مشكلة صغيرة ستتطور يمكن أن تؤدي إلى الطلاق مشاكل تافية جدا ولكن عندما تنظر لزوجتك على أنها هي مخلوقة منك وبما أنها مخلوقة منك فلابد أن تتحمل وتصبر وتبحث عن الخير وتحاول أن تبحث عن المودة والرحمة التي أخبرنا الله بها لأن الله لا يمكن أن يخبرنا بشيء غلط قال وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً هو الذي جعل مدام قال الله وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً معنى ذلك أن المودة والرحمة موجودة ولكن إذا أنا لم ألحظ هذه المودة والرحمة هناك مشكلة فيها أنا فإذن هذه الآية عندما تحفظها وحبذ لو حفظها الرجل والمرأة وفهموا معناها فهموا أن مجرد التقاء الرجل مع المرأة أن عملية الزواج هذه هي معجزة مجرد أنك تفكر بهذه الطريقة ستنظر للحياة بشكل مختلف جدا نظرتك ستتغير لم تعود الحياة من نسبة لك عبارة عن مصالح ومن الذي سيسيطر في البيت ومن الذي سينفذ كلامه وكذا لا ستصبح الحياة فيها مودة ورحمة قائمة على المودة والرحمة تماما مثل رحمتك بطفلك الرضيع حتى لو ضربك وآذاك وكسر كسر متاع المنزل مهما فعل تجد أنك تضحك له من قلبك لماذا؟ لأن الرحمة هي التي تسيطر على العلاقة بينك وبينهم بينما كثير من الأزواج الذين امتلأت حياتهم بالمشاكل الذي يسيطر على العلاقة بينهما هو العقل والمنطق والمصلحة وحب يعني أمور دنيوية يجب أن تستبدل هذه الأمور بالمودة والرحمة العلاقة تقوم على المودة والرحمة مهما أخطأت الزوجة كن رحيما بها وهي يجب أن تقوم يجب أن تبادله نفس نفس الطريق طريق المودة والرحمة فإذا ومن آياته يعني من معجزاته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وهنا أيها الأحبة بعض الناس يظن أن القرآن هذه الآية حب الدواء خذها ثلاث مرات كل يوم القرآن ليس كذلك أيها الأحبة القرآن كلام الملك عز وجل القرآن علاج حقيقي الدواء علاج مؤقت الدواء له آثار جانبية ضارة أحيانا قد يصلح في مكان مثل المضادات الحيوية تصلح في مكان هنا مثلا وتدمر بكتيريا نافعة في الأمعاء في مكان آخر بينما القرآن كله رحمة القرآن كله شفاء وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إذا أردت في بيتك أن يحل الطمأنين أن تحل الطمأنين والسكينة يجب أن لا تظلم أحدا إذا ظلمت زوجتك أو ابنك أو أحدا من الناس ثم قرأت القرآن لن تستفيد شيئا لماذا؟ لأن الله يقول ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إذن هنا أخي الحبيب بعض الناس يظن أن القرآن عبارة عن كتاب طلاسم وألغاز وحروف وإقرأ هذه عشر مرات وهذه سبع مرات من دون أن يفهم أو يفكر أو تجد أن حياته مليئة بالأخطاء مليئة بالكذب ثم يقول لك أنا لم أستفد شيئا من القرآن القرآن لم يشفني أكيد لن يشفيك القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أنت ظلمت نفسك إذن هذا القرآن إذا أردت أن تستفيد منه وأن يكون شفاءا لك يجب أن تكون من المؤمنين به على الأقل أن تؤمن به وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن للمؤمنين فبمجرد أن تؤمن بالله ما معنى آمنت بالله الله أمرك أن تكون من الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم طيب يأمرك الله بالصدق طول اليوم تكذب ثم تأتي إلى بيتك وتكذب على زوجتك مثلا ثم تقول أنا أريد آيات للشفاء آيات للطمأنينة آيات للسعادة آيات للسكينة إذن أخي الحبيب ينبغي أن تكون من المؤمنين والكلام طبعا ينطبق على الزوج أو الزوجة كلاهما أو على الأقل واحد منهما يجب أن يكون مؤمنا لكي يستفيد من هذا القرآن وننزل هذه آية ثانية يعني وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إذن هذه الآيات أخي الحبيب عندما نقرأها في بيوتنا ولكن بشرط أن تقرأها بتدبر وأن تفكر بكل كلمة فيها ومن آياته يعني من معجزاته مجرد وجود زوج وزوجة في بيت هذا معجزة بحد ذاتي آية من آيات لا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذه الزوجة هي من نفسي أنا وينطبق الكلام على الزوجة أيضا هذا الزوج هو جزء من نفسك يجب أن تعامليه هكذا أن تصبري عليه أن تعطفي عليه أن تتحملي كل الإساءات مهما بلغت لأن الثمن هو الجنة إن شاء الله والصبر لابد أن يجد ثوابه في الدنيا قبل الآخرة الإنسان المؤمن سيدنا يوسف عانى كثيرا وتعرض للكثير من الأذى في السجن وفي الجب ومن امرأة العزيز إلى آخره وعلى رغم من ذلك عندما أصبح ملكا في ذلك الوقت قال لإخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا هم بتفكيرهم المحدود قالوا الله فضلك علينا قال لا القضية ليست عشوائية عند الله يعني الله لا يفضل أحدا على أحد عشوائيا كما نفعل نحن البشر لا هناك ميزان عند الله هناك قوانين دقيقة ماذا قال لهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ماذا قال لهم يعني فضلك الله قال إنه من يتقي ويصبر جناحين تعيش بهما في هذه الدنيا إنه من يتقي ويصبر ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إذن أيتها الزوجة عليك بالتقوى والصبر إلى أي مدى الصبر إلى حدود لا نهاية لها ليس هناك حد أخصى كلما صبرت أكثر اعلمي أن الله يحبك أكثر ويريد أن يجزيك أكثر وفي الدنيا قبل الآخرة على فكرة يعني قد يكون تكون مكافأة في الدنيا بولد تقر عينك به بشيء تراه عند الكبر شيء يسرك إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إذن هذه هذه الآيات أخي الحبيب يمكن أن أقول لك لا توجد آيات محددة القرآن كله شفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور خطاب للناس جميعا جاءتكم هذا يعني هذا القرآن هو موعظة أستفيد منها في حياتي في حل مشاكلي موعظة تصبرني على نوائب الدهر و شفاء لما في الصدور طبعا البيت إذا لم يسكنه ذكر الله سيسكنه الشيطان قراءة آية الكرسي مهمة جدا في أي حياة زوجية داخل بيت الزوجية اقرأ آية الكرسي باستمرار فلا يزال عليك حافظ من الله إذا قرأتها صباحا حتى تمسي وإذا قرأتها في المساء حتى تصبح يعني على الأقل مرتين في الصباح وفي المساء المعوذتين النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله لم ينزل مثلهما قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سورتين من أقوى السور لدرء الشر ودرء الحسد ودرء الفتن اقرأ قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات وكرر هذا الأمر عدة مرات كل يوم في الصباح والمساء والظاهرة في كل وقت بالإضافة لسورة الفاتحة لأنها هي الشافية وسورة الفاتحة هي أم القرآن وهي أم الكتاب وهي السبع المثاني وهي التي لم ينزل الله مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان ليس لها مثيل الفاتحة اقرأها سبع مرات ولذلك أخي الحبيب إذا أحببت أن يعمى السلام والسكينة والطمأنينة في بيتك فاجعل حياتك كلها عبارة عن القرآن اجعل القرآن في كل شيء في حياتك في سلوكك في تعاملاتك ضع صوت القرآن عبر مثلا موبايل عبر شاشة تلفزيون عبر الكمبيوتر أي وسيلة فلاشة صغيرة فيها صوت القرآن اجعل صوت القرآن 24 ساعة في البيت وحاول أن تركز مع القرآن أن تتدبر أن تتأمل أن تطبق ما جاء في القرآن ولذلك الرقية الشرعية لا تأخذ مفعولها إلا مع المؤمن من يؤمن بها وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين يعني الشرط أساسي أن تكون مؤمن أن تكون مؤمنا بما تقرأ مؤمنا بالقرآن الله أمرك عن الفواحش الابتعاد عن الفواحش يجب أن تبتعد أمرك أن تتوقف عن أكل الربا أتوقف فورا أما أن تستمر بأكل الربا تستمر بغش الناس تستمر بأذى الناس تؤذي جيرانك تؤذي فلان القرآن لن تستفيد منه شيئا في هذه الحالة لذلك آيات القرآن يجب أن تخيم على بيتك وإن شاء الله ستحقق لك هذه السعادة ويجب أن تغير تفكيرك طريقة نظرتك للحياة طريقة إدارتك للبيت يجب أن يكون هدفك هو الله هو إرضاء الله أولا الله سيرضيك في حياتك وفي بيتك إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر